في لف الإيراني الآن فقد وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني العقوبات الأمريكية التي فرضت على وزير الخارجية محمد جوال ظريف بالعمل السبياني وأضاف روحاني أن هذه العقوبات تدل على عجز واشنطن عن مواجهة إيران وأنها تعكس فشلا سياسيا كما أذان الحرس الثوري العقوبات ووصفها أنها سخيفة وغير مشروعة وحمقاء بتهكما ورفض استقبلت طهران قرار واشنطن بفرض عقوبات بحق رجل الدبلوماسية الإيراني محمد جوال ظريف وفيما اعتبرته الخارجية الإيرانية ذروة التناقض والحماقة وصفه الرئيس حسن روحاني بالعمل السبياني مؤكدا أن طريق المفاوضات يمر عبر ظريف فرض واشنطن عقوبات على وزير الخارجية عمل صبياني ويؤكد عجزها عن مواجهة إيران واشنطن تدعي أنها تريد الحوار مع إيران في حين تفرض العقوبات على وزير خارجيتنا لا ممتلكات أو مصالح لي خارج إيران فلن يؤثر علي هكذا علق ظريف عبر تويتر على القرار الأمريكي بحقه قرار لن يؤثر أيضا على حركة الدبلوماسية الإيرانية دوليا وإقليميا بل سيزيد من حراكها بين ليلة وضحاها تتقلب السياسات الأمريكية وهذا يعكس تخبطها على عكس الدبلوماسية الإيرانية الثابتة وهذه القرارات ستمنحها قوة في التأثير على المشهد الدولي ربما لم يخطر على بال مهندس الاتفاق النووي أثناء عودته من فيينا عام 2015 أن العقوبات الأمريكية ستطاله في يوم قريب خاصة وأنه من مد جسور العلاقات ما بين واشنطن وطهران جسور سرعان ما تحطمت بتقلبات المشهد الأمريكي إذا كانت احتمالية التفاوض بين واشنطن وطهران ضئيلة جدا على مدى الأسابيع والأشهر الماضية بنظر الإيرانيين فالعقوبات الأمريكية ضد رأس هرم النظام المرشد خامنئي ومهندس الدبلوماسية الإيرانية ضريف أعدمت هذه الفرصة من جذورها ياسر مسعود العربي طهران في ردود الفعل الدولية قالت الخارجية الفرنسية إن باريس تعارض قرار أمريكا فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني وتدعو لحل دبلوماسي وكان المتحدث باسم مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي أكد أن الاتحاد يأسف للقرار الأمريكي نحن نأسف لهذا القرار لكن من جانبنا سنستمر في العمل مع السيد ضريف كرأس الدبلوماسية في إيران وسنسعى لإبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة دوما في خضم هذا التوتر الدائري في سواحل الخليج وقع قائد حرس الحدود الإيرانية العميد قاسم رضائي وقائد قوات خفر السواحل الإماراتية العميد علي محمد مصلح الأحباب مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات وترسيخ أمن الحدود وقال رضائي أن عقد هذه الاجتماع يسهم في تعزيز التعاون وترسيخ الأمن الحدودي وتوفر أيضا التسهيلات للعبور الشرعي بين الحدود والتصدي لكل من يحاول انتهاك الأمن والهدوء للبلدين من جانبه قال قائد قوات خفر السواحل الإماراتي إن التوقيع مذكرة تفاهم حدودية خطوة إيجابية لصالح البلدين ولارتقاء الأمن الحدودي بين البلدين ومراقبة الحدود وتسهيل حركة المرور وينضم إلينا من واشنطن سيغورد نيوبار باحث في شؤون الشرق الأوسط والعلاقات الأمريكية الخليجية أود أن أسألك عن هذا التقارب الإماراتي الإيراني أليس هذا هو الوجه الحقيقي للعلاقات العملية بين إيران والإمارات منذ سنوات طويلة؟ وهل بإمكان الإمارات أن تأخذت ترخيصا أمريكيا للتوجه نحو هذه الوجهة؟ أي التنسيق مع إيران فيما يتعلق بأمن منطقة الخليج ومذيق هرموز بداية من دواعي سروري أن أكون معكم هنا للتعليق على هذا التطور الراهن في منطقة الخليج من المهم جدا أن نفهم بأن الإمارات العربية المتحدة الآن عدلت موقفها إزاء إيران بالنظر إلى الوقاع المستجدة على الرغم من أن إدارة ترامب سابقة وأن فرضت العقوبات على ضريفه ووضعته ضمن لائحة المعاقبين إلا أن الإماراتيين والإيرانيين يتفاوضون من أجل تحسين شروط العلاقات بينهم في هذا السياق يجب أن ننظر إلى هذا التطور على أنه واقع سياسي جديد بناء على فرضية أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزمع التدخل العسكرية في منطقة الخليج مما حدى بالإماراتيين إلى إعادة قراءة الموقف وبالنظر إلى العمليات العسكرية الإماراتية في اليمن والتي نعلم بأنها بصدد التخفيض جميع هذه الظروف طيب هناك وجهتين نظر في مثل هذه الحالة هناك من يقول أن الإماراتيين غيروا موقفهم لديهم قراءة ثانية لأنهم منذ زمن طويل وهم يضعون مصالحهم مع إيران فوق كل شيء هناك من يقول في جهة أخرى إن الولايات المتحدة هي التي يمكن أن رخصت أو دفعت دفعاً الإمارات إلى أن تنسق مع إيران في اتجاه تطبيع الوضع وإزالة التوتر من المنطقة بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية تريد إحلال استقرار في منطقة الخليج فكما تعلم الإمارات العربية المتحدة تعد المركز التجاري الأهم وتتحظى بعلاقات تجارية كبيرة مع إيران وهذه مهمة جداً أما بإزاء موقف ترام الذي وضع نفسه في موقع التوتر مع الإيرانيين إلا أنه في الواقع أن الإماراتين أدركوا الحقائق والوقائع السياسية الصعبة على الأرض وتحركوا فقل لذلك من الواضح أننا أمام رغبات إيرانية في الهيمنة على منطقة الخليج وفرض الوقع التي تراها طهران مناسبة لأجنداتها وكما لاحظنا في التطورات الأخيرة بشأن اعتراض السفن واحتجازها وجميع هذه التطورات هي رسائل على ما يبدو فاهمها الإماراتيون وتحركوا وفقاً لها لا سيما في ظل تراجع الموقف الأمريكي سيغود نيو باور الباحث في شؤون الشرق الأوسط والعلاقات الأمريكية الخليجية شكراً جزيلاً لك ترجمة نانسي قنقر